على المرأة نحن الشعراء لا تاريخ لنا غير ما تصنعه النساء امرأة تحبك جدا فتعلمك الهروب منها و امرأة تزدريك فتعلمك اللهاث وراءها و امرأة لا تنظر إليك فتعلمك الانشغال عنها بقصيدة وطنية نحن الشعراء صنيعة النساء بامتياز كتب اسفل قلوبنا صنع في قلبي انثى صنعتك انثى مرأة اكيد احنا بالشعر نؤمن ان المرأة مثل حظ الذكرين اريد اهزوجة منك انا تقسمت بان انت تكتب الهزوجة بطريقة مختلفة لا والله هو كان عمارة عن رددناها في ساحة التحرير اليوم بالتحرير نعلقها عليك اليوم بالتحرير والله الجد ما رددتها نسيتها اليوم بالتحرير نعلقها عليك وقلعة الثوار ما اعرف نسيتها والله هي نسيتها يعني بشي بسيط ما هي رسالتك للمرأة الموجودة حالين بساحة التحرير اقل كل الحب والاحترام عليك امهاتنا بناتنا خواتنا والله العظيم انطيتوا رسالة للعالم انتوا اكبر من كل الهموم اللي موجودة على غلوبكم وانتوا اللي راح تحققوه مطالبنا لان هاليوم بتكاتف المرأة مع الرجل سجلتوا صورة والله ولا اروع منها احييكم واقول لكم كلتنا كلتنا هاليوم نقول كلام واحد اريد وطن يحمي حقوق النساء والرجال ونعيش بكرامة كافي استاذ عمر رسالتك للمتظاهرين والشباب تحية الى الجميع والمرأة العراقية التي يعني في البدء التي لم تكن امرأة المرأة العراقية امرأة ورجل يعني في آن واحد خبزت وطبخت وأسعفت المرضى يعني رسالتي لكل الشباب التزموا في الساحات برسالة اريد اريد بشعر بشعر رسالة بشعر للمتظاهرين يعني والله ما ببالي يمكن للمرأة اذا اطفت شيء اوكي المرأة متظاهرة بينما كنا بعيدين بينما كنا صغيرين بعيدين على السطح ننام اقتسمنا القمر وهو بدر قبل ان يصغر في غفلتنا لي هلال وهلالان لها الله ونثرنا ما تبقى من شضاياه فصار الدرارا وصعدنا نحو حبر الغيم ساعات لديه وتمرغنا عليه ونزلنا قبل ان يصحوا اهلنا وضعنا عمرا هكذا مرت اغانينا قطارا فقطارا فقطار وذوى الثلج على شباكنا الوردي من قبلة نار وكبرنا وتعلمنا بان نعشق غيرينا وان نلتف في كل مدار يا الله يا الهي ليتنا في السطح مازنا صغار الله